اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسمه الشيخ عمدهام بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم عبدالله بن سالم لم سافر وعلى المركز السابق يأتي شاهيد ثامنا شاهين تاسعا شاهين هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلال هذه هي النتائج للمراكز التسعة الاولى المنطلقة في هذا الشوط هنا نتابعها نعود مشاهدين ومتابعين الكرام الى صدارة نعود الى المقدمة والى المركز الاول والى انطلاقة رزين المنطلق على صدارة المندفع بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الاول رزين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعد المكتوم مع احد خبراء التضمير غانم بن مصر بالقوبعة المنصوري من يتابع على المقدمة وعلى المركز الاول يأتي سالهود على المركز ثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم فارش بن مبارك بالقوبعة مضمر الشرق الاوسط يتابع على المركز الثاني ثالث مراكزنا ورابعها شاهين وشاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي في التضمير المركز الخامس يأتي شاهين لسمو الشيخ عمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع اسهيل بن مبارك بن مرخان اكتبيت في التضمير ولكن ارى تسلل من شاهين هجن العاصفة من يأتينا على خافص المراكز وسادسها كذلك شاهين ايضا ينطلق انهجن العاصفة بتحديات هذه الابسية هنا مع غياث الهلالي الذي يتابع ايضا هذا الانطلاق منه شاهين العاصفة بينما المركز السابع يأتي سالهود في المركز السابع لسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم هو متابعة هناك كبتن الطيارة عبدالله بن سالم بن سعد المكتوم هناك المركز الثامن شاهين في المركز الثامن لسمو الشيخ عمدان بن راشد بن سعد المكتوم ومتابعة المضمر هنا ايضا خليفة بسالم بالصقعة وتاسعا هناك يأتينا شاهين اسمو الشيخ عمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع السيد بن مبارك بن مرخان هذه هي النتيجة نعود الى الصدارة الى المقدمة الى التسلل الذي طرى وجرى على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة هنا شاهين من انطلق بصدارة هذا الشوط انطلق بالمقدمة وبالمركز الاول هجن العاصفة وغياث الهلال من يتابع ويتسلل الى الصدارة الى المقدمة بينما المركز الثاني المركز الثاني يأتينا على ثانية المراكز رزين في المركز الثاني رزين ينطلق ثانياً لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم مع غانم بن مصر بالقوبة في التضمير الثالثة نياتي شاهين هقنا العاصفة وغياث الهلالي في التضمير الرابع عن سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة في التضمير ويأتينا على المركز الخامس شاهين هقنا العاصفة وسادسا كذلك شاهين هقنا العاصفة مع غياث الهلال نبقى مع هذه الاسماء المنطلقة هذه الاسماء المندفعة هنا باحث عن الفوز وباحث عن الناموس اثنين كيلو متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط هو الصدارة والمقدمة والمركز الاول وصدارة هذا الشوط مع ايضا شاهين على الصدارة وعلى المقدمة شاهين هنا بصدارة الشوط هقنا العاصفة وغياث هلالي من يتابع على المركز الاول بينما المركز الثاني المركز الثاني رزين على المركز الثاني الرزين على المركز الثاني هنا في هذه المسيرة لسمو شق سعيد بن مكتوم بن راجد بن سعيد المكتوم غانم بن مسر بالقوبة من يتابع رزين على المركز الثاني ثالث المراكز ورابعها هنا يتحرك شاهين هو شاهين آخر وأيضا شاهين رباعي هنا أيضا لهجنا العاصفة مع غياث الهلالي هنا يتسلل بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل الله هنا إذن في تحديتنا وانطلاقة هذا الشهوط هنا الصدار مع لا زال شاهين لا زال شاهين مسيطر على زمام الأمور مسيطر على الصدار ولكن أرى رزين يتسلل رزين يتسلل رويدا رويدا هذه اللحظات إلى الصدار وإلى المركز الأول رزين هنا لسمو شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعد المكتوم مع غانم بن مسر بالقوبة مع الكيلو متر الأخير هنا في هذا المضمار شاهين من الجانب الآخر عود إلى الصدار هذه اللحظات تعود إلى المقدمة تعود هجن العاصفة وانطلاقاتها وتحدياتها وهو شاهين بدأ بالإقلاع هنا على الصدار على المقدمة وعلى المركز الأول ما شاء الله تبارك الله هنا لهجن العاصفة وأداءها المميز ثلاثية ثلاثية جميلة شاهينية لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلال من يتابعها الرباعية أصبحت أصبحت رباعية في هذه أمسة رباعية عفوا هذا الانطلاق والتحدي هو شاهين إذن على الصدارة وعلى المركز الأول من الرقم ثلاثة وهو على الصدارة وعلى المركز الأول يليه كذلك شاهين على المقدمة تهانين تهانين للمرة الثالثة لهجن العاصفة تهانين للمضمر غياث على هذا الأداء المميز تهانين لمالك العاصفة سيد سوشق عمدان بن محمد بن راجد بن سعد المقتوم فزاع شكرا فزاع على صاهل على أداء هجن العاصفة ها هي لحظة الوصول إلى قط النهاية معلن شاهين الفوز معلن أن موسى ما شاء الله بهذا الأداء الجميل هو الانطلاق المميز المركز الثاني والثالث والرابع النشواهين العاصفة خامسا نارزين لسم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهز بن سعد بن مكتوم بن غانب بن مصر بالقوبة والتوقيت الزمني التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا شاهين إلى قط النهاية معلن الفوز ومعلن ناموس قاطعا مسافة هنا أيضا تسع دقائق ثانيتين خمسة من الأجزاء من الثانية تهانين لهجن العاصفة تهانين غياث الهلال على المركز الأول بينما المركز الثاني كذلك وصل شاهين على المركز الثاني دقائق خمس ثواني ثمانية من الأجزاء من الثانية تهانينة العاصفة وهجنها المركز الثالث كذلك شاهد هجن العاصفة وايضا نغياث الهلالة تسع دقائق سبع ثواني ثلاثة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني تهانينة